ترأس سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ اجتماعا افتراضيا لهيئة مكتب المؤتمر وذلك على هامش الاجتماعات الجارية بمدينة بون الألمانية للجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمعنيين بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية وتنفيذ تعهدات المناخ وخلال الاجتماع تناول شكري العمل الجارية لتنفيذ مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بتفعيل صندوق تمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار النجمة عن تغير المناخ وتحقيق الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ